بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ونؤتون الذكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يغمغون أولئك الذين لهم صنوق العذاب وهم في الآخرة هم الأحسون وإنك لتلقى القرآن من لذن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إذ قال موسى إذ قال موسى إذ قال موسى أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصفلون فلما جاء نودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي غصاك فلما رأيتها تزك أنها جاء لا أنه ولا مدبرا ولم يعاقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ودخذوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان راقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فرضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس أعلمنا منطق الطير وعوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفصل المبين وخشرا لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيف كيف هم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل وقالت نملة وقالت نملة يا أيها الناس ودخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يا أيها الناس فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي التي أنعمت علي وعلى والديك أن أشكر نعمت علي وغلى والديك وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه وذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكف غير بعيد فقال أحط بما لن تحط به وجئتك من سزال فإن بنبئي يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله إن الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تغللون إن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ هب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن قالت يا رحمن الرحيم ألا تغلوا لي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد قالت يا رحمن الرحيم قالت يا رحمن الرحيم قالت يا رحمن الرحيم أحسدها ودعلوا أعزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون 119. وإني مرسلة إلي بهدية فليظرة بما يرجع المرسلون 111. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير 112. مما آتاكم 113. بل أنتم بهديتكم تفرحون 114. إرجع إليهم فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها 115. ولنخرجن منها ذلة وهم صاغرون 116. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 117. قال عشريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 118. وإني عليه لقوي أمين 119. قال الذي عنده علم من الكتاب 111. قال لي أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقران عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها غرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما داءت طيل هكذا أرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصد ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لهدف للصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا فأمود أخاهم صالحا أن يربدوا الله فإذا هم فريقان يختصون قال قال يا قوم لما تسترجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تسترجلون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن موت قال قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما مهلك أهله وإنا لصادقون قالوا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم قاوية بما ظلمون إن في ذلك لآتا لقوم يغلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أينكم لتأتون الرجال شهوة من دول النساء بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون إلا أن قالوا أخرجوا آلوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يا الله خير أم ما نشرفون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به في حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تابتوا شجرها أَإِلَهُمْ مَعَى اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَغَدِلُونَ أَمْ مَنْ جَوَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَوَلَ خِلَالَهَا نْهَارًا وَجَعَلَ نَهَارُ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَّهُمْ مَعَى اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُمْ لَا يَعْلَّمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرَّ إِلَا دَعَاهُ وَأَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَيْهُمْ مَعَى اللَّهِ قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهَدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَقْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْعِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا نُشْرِفُونَ أَمَّنْ يَبَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَيْهُمْ مَا اللَّهِ قُلْ هَا تُوبُرْهَا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَغْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ بَلْ إِدَّارَكَ عِلْمُ هُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي سَكِّمْ مِنَّهَا بَلْ هُمْ مِنَّهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابَا وَآبَا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِذَنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبَلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيعُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرَضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَاءً يَتُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعَجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنْ فَغْلِمْ عَلَى الْنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا أَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنْ صُدُورٌ وَمَا يُغْلِلُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينَ إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهَا بِحُكُمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَجَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءِهَا وَاللَّهُ مُذِبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَا ضَلَالَتِهِمْ إن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُمْ بَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ الْنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِنْ مَنْ يُكَذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون وَوَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا دَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَفْقُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصْرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَفَذِعَ مَنْ فِي السَّنَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرٍ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِذَةً وَهِي يَتَمُرُ مَرَّا سَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اعتدى فإنما يعتدي لنفسي ومن ضل فقل إنما أنا من الماثرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تغملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر